السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم المتميز برنامج مدرسة على الهواء في مادة اللغة العربية طبعا يطيب لقاءنا بصدافة أستاذنا الأستاذ عماد معلم خبير مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم أهلا بك أستاذ عماد أهلا بك أستاذ عماد وبالتوفيق لابناءنا الطلبة في كل مكان إن شاء الله أستاذ عماد كلنا عارفين طبعا أن مصر عانت الكثير والكثير من الاستعمار وكم من المستعمرين أرادوا أن يستغلوا ثروات مصر وخيرات بلادها ومن خلال هذا الاستعمار ظهر معدن الشعب المصري وظهر منه الكثير والكثير من الزعماء الذين ضحوا بأرواحهم وبأوقاتهم وبكل غال ونفيس من أجل أن يستردوا حرية مصر وده طبعا أكيد هيكون موضوع حلقتنا النهاردة والفصل السابع في القصة نعم بسم الله الرحمن الرحيم نحن طبعا هتناول نهاردة الفصل السابع من قصة كفاح شعب مصر قصة كفاح شعب مصر بتبرز مدى التضحية التي ضحى بها أبناء مصر على مر غصورهم حيث أن مصر بمثابة هدف يسعى إليه كثير من المستعمرين نعم فالمستعمر يرى في مصر أنها نقطة هامة على خريطة العالم حيث أن مصر تعتبر نقطة التقاء قارات العالم القديم وتشرف على بحرين كبيرين هما البحر الأحمر والبحر المتوسط فكثير من الدول حاول على مر تاريخ مصر أن يسيطر على مصر ولكن كما تفضلت يا أستاذ علاء أقول أن أبناء مصر لا يردخون لأحد ولا يتركون شبرا واحدا من أرضهم فريسة لأحد نعم لذلك ظهر معدن الشعب المصري على مر عصوره شعبا وجيشا تمام ومن ذلك موقف أحمد عرابي عندما حاول الخديو توفيق وعدد من القوى المتغطرصة المتمثلة في الإنجليز في ذلك الوقت والفرنسيين السيطرة على الشعب المصري والتفريق بين المصريين وبين غيرهم من الأجانب فكان أحمد عرابي واحدا من أبناء الجيش المصري انضم إلى الجيش المصري في عهد الوالي سعيد حيث التحق بالجيش المصري وتدرج في رتبه حتى وصل إلى رتبة أمير اللاي أمير اللاي ذات يعني جديدة على طلابنا أمير اللاي ذات أكيد لها رتبة رتبة عسكرية تعادل في ذلك العصر رتبة العميد تمام فأحمد عرابي وصل إلى هذه الرتبة فوجد أن في الجيش هناك تفريقة بين الضباط المصريين والضباط الأجانب يفضلون الضباط الأجانب على الضباط المصريين ويعاملون هذا أفضل مما يعاملون المصري تمام لذلك تحرك داخل أحمد عرابي حب الوطن والدفاع عنه والمطالبة بحقوق المصريين فقاد ثورة أو حركة وطنية من داخل الجيش اتحاد مع الجيش الشعب في يوم 9 ستمبر سنة 1881 ده معناه سيد عماد ان التحام الجيش مع الشعب ده مش أمر جديد على الشعب المصري لا طبعا منذ قدم التاريخ الجيش والشعب طبعا هدفهم هدف واحد وهو طبعا تحقيق الأمن والسلام لوطننا العزيز مصر طيب كيف بدأت سيد عماد الحركة المسمى بثورة عرابي وكانت ايه يعني موقف الخديوي من تلك الثورة هي بدأت الحركة من داخل الجيش المصري حيث قام مجموعة من الضباط على رأسهم أحمد عرابي ومعه عدد من أقرانه عبد العالحلمي محمد عبير وقاموا بتأسيس جمعية اسمها مصر الفتاة تمام جمع أحمد عرابي الجيش من خلفه ومعه انضم الشعب أيضا وخرج يوم الجمعة يوم 9 سبتمبر سنة 1881 متجها إلى قصر عبدين قصر عبدين حيث كان يستقر الخديوي توفيق من هو الخديوي توفيق؟ خديوي توفيق هو ابن الخديوي اسماعيل تربى هناك في أوروبا فليس في داخله الحب للوطن الغالي مصر ولكنه يحب السلطة ويحب البقاء في الحب فكل تفكيره هو مصلحته الخاصة وهيمنته على مقاليد البلاد وينظر للبلاد وكأنها تاركة ورسها ممن كان قبله من أبائه وأجداده وهكذا قال لأحمد عرابي نعم لما قال طبعا ما وقف أحمد عرابي في أمام قصر عبدين وقدم المطالب طبعا للخديوي توفيق استنكر طبعا تلك المطالب وقال للمصرين أنتم ليس لكم حق في تلك المطالب فلقد ورستوا تلك البلاد عن أبائي وأجدادي وما أنتم إلا عبيد إحساني لو نظرنا للجملة التي قالها الخديوي ديك تحمل الكثير والكثير من المعين فبيقول لقد ورستوا تلك البلاد عن أبائي وأجدادي وكأنه جعل الشعب المصري زي ما حضرت تفضل تاركة ميراس ليس له حرية ليس له طبعا تصرف أو حق التصرف فيما يملك كل ما في الوطن هو ملك أو في يد من في يد الخديوي وما نحن أو ما كان المصريون إلا عبيد لإحسان الخديوي توفي ولكن أنا أعلم أن أحمد عرابي رد على الخديوي توفي ردا تاريخيا تذكرنا بي أسلامت؟ عندما ذهب أحمد عرابي إلى الخديوي توفي فخرج الخديوي توفي وقال له ما الذي جاء بكم إلى هنا يا عرابي؟ قال له أحمد عرابي جئت أقدم مطالب الشعب قاله ما تلك المطالب؟ اختنكرا أيضا ايه المطالب؟ اه ما لهم شي حق في حاجة فكان من مطالب أحمد عرابي مطالب تخص كل شعب وتخص كل وطن قال عزل وزارة رياض المستبد وكأن الشعب المصري لا يقبل تماما ومطلقا أن يحكمه إنسان مستبد أو ظهري ولكن يريد أن من يحكم الشعب المصري يكون وطنيا مخلصا يفكر في بلاده مسلم يفكر في نفسه على الأقل أيضا زيادة عدد الجيش من 12 ألف جندي إلى 18 ألف جندي نعم ثالثا طالب أحمد عرابي بعودة مجلس النواب للانعقاد حيث كان قد تم نفيه فيما سبق نعم فقال له الخديوة و توفيك كما تفضلت يا أستاذ علاء لا حق لكم في هذه المطالب فما أنتم إلا عبيده فرد أحمد عرابي بكلمته المصرية التي نبعت من داخله والتي ددل على أنه مصري مخلص قوي لديه عزيمة وإصرار وفخر بوطنيته مصر قال لقد خلقنا الله أحرارا نعم ولم يخلقنا طراثا أو عقارا والله الذي لا إله إلا هو لن نستعبد ولن نورف بعد اليوم نعم ومن هنا انطلق أحمد عرابي معلنا السورة في كل مكان وخرج وعلمه أن الخديوة و توفيك سيلجأ لمين للإنجليز طبعا هنا بتظهر مدى خيانة الخديوة و توفيك لمصلحة الشعب المصري طبعا الخديوة و توفيك أول من فكر فلسطينجات به كان الإنجليز أرسل إليهم طبعا يطلب عونهم و مساندتهم طبعا من أجل أن يعاونوه على تجاوزا هنقول ابن شعبة هو الزعيم أحمد عرابي في مقابل أنه يحمله عرشاه داخل مصر وأن يسمح لهم بدخول مصر طبعا الإنجليز من زمان يعني لو يفتكر طلابنا من أيام حملة فريزر عام 1807 كانوا يأملون أن يدخلوا إلى مصر فجاء الخديوة و توفيق وقدم لهم مصر على طبق من فضة طبعا يعني أمر في منتهى التخازل من الخديوة و توفيق اللي صافر إلى الإسكندرية في قصر رأس التين ليكون في استقبال الإنجليز ويفتح لهم أبواب مصر نعم ممتاز يا أستاذ علاء أن حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا أن الإنجليز من بعد خروج الحملة الفرنسية سنة 1801 وهم يفكرون في احتلال مصر هي ما كانتش في حزبانهم قبل كده لأن كانت مستعمراتهم في الهند ليب مناطق الشرق كانوا بيروحولها عن طريق المحيط لكن من الذي لفت أنظرهم إلى موقع مصر؟ الحملة الفرنسية الحملة الفرنسية طبعا نعم الحملة الفرنسية ولذلك كما حضرتك تفضلت قدم الخديوة و توفيق للإنجليز مصر على طبق المفض قال لهم أدي مصر استنجد عليهم يحميهم خرج أحمد عرابي كما هو موضح بالخريطة ليستقبلهم فين؟ في قناة السويس عرف أنه يدخلوا مصر عن طريق قناة السويس ولكن كان الذي يدير أمور قناة السويس هو ديليسيبس ليس مصري نعم فرنسي وكان هناك تحالف بين إنجلترا وفرنسا بأن فرنسا لها مستعمراتها وإنجلترا لها مستعمراتها ولنا أأزيك في مستعمراتك ولانت تأزيني في إيه وكانهم يعني يقسموا البلاد كتاركة يقتصموناها تاركة بيقسموها مع بعض فقال له أنا عايز أردم القناة دي وكانت لسه القناة في بدايتها ما كانش بهذا المكان العظيم وخاصة بعدما توسع فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السويسي ووسع القناة بقناة السويس جديدة فكانت لازلت لسه بداية في البداية فقال له نردمها واندخل وما اندخلش منها الإنجليز ولكن ديليسيبس قال له يا عرابي هذه القناة جعلت الأغراض الملحية وليست الأغراض الحربية ارجع يا عرابي واطمئن فمش هيدخل منها الإنجليز وكانت تلك خيانة ديليسيبسي المين لعرابي نعم فعندما رجع عرابي سمح ديليسيبسي للإنجليز بالدخول والتقوا بعرابي عند التل الكبير أو كفر الدوار فين في الإسماعيلية وتم السيطرة على عرابي ومن معه فمن هنا تم احتلال مصر من قبل الإنجليز 1882 لحين عندما جاء الرئيس جمال عبد الناصر وخرج الإنجليز من مصر يعني انت عايز تقول لي أسلامة أن أحمد عرابي طبعا هو دخل في قبل معركة التل الكبير دخل في معركة تانية تسمى بمعركة كفر الدوار وانتصر في تلك المعركة على الإنجليز ولكن للأسف الشديد الخيانات التي تعرض لها أحمد عرابي كانت هي العامل الرئيسي في هزيمته يعني احنا لو عددنا الخيانات دي أول خيانة تلقاها عرابي كانت من خديو توفيق نفسه خديو توفيق عندما أعلن أسيان عرابي نعم أعلن أسيان عرابي وساند أو طالب مساندة الإنجليز ضد من؟ ضد عرابي الخيانة التانية كما أعلم في بعض من من كانوا حول عرابي قاموا أيضا بخيانته طبعا لعوامل أخرى والخيانة التالتة التي تتعرض لها أحمد عرابي كانت خيانة بالفعل ديليسيبس الذي أقنع عرابي بأن قناة السويس هي قناة الأغراض الملاحية وليست لغرض الحرب وسمح للإنجليز بدخول طبعا قناة السويس ومنها دخلوا إلى مدينة القاهرة نعم وبدخول القاهرة تعتبر فشلت الثورة لإيه؟ فشلت الثورة العربية تمام في بقى حاجة مهمة جدا أستاذ علاء وهو إيه؟ قاموا بالقبض على عرابي نعم وحكموا عليه بالإعدام يوم من الذي يتوسط لإرغاء حكم الإعدام على عرابي؟ الشعب المصري لأن الشعب المصري واعي منذ القدم هو واحد عارف مين اللي بيحبه ومين اللي بيقرهه مين اللي معاه ومين اللي ضده فلما عندما يخرج الشعب المصري وهلتف حول شخصية مصرية إن كان في الماضي أو في الحاضر فهو على يقين تاب بأن تلك الشخصية هي التي ستؤدي إلى مصلحته في حاضره وفي مستقبله فخرج الشعب المصري مستنكرا الحكم على عرابي بالإعدام ولكن طبعا بسبب القوة المهمين والمسيطرة على عرابي فتم تخفيف حكم الإعدام إلى النافي خارج البلاد طبعا الأنجليز آسه عماد يعني ظنوا أنه هما لما دخلوا إلى مصر يعني طابت لهم أو طابة لهم العيش في مصر ولكنهم ناسوا مقولة مهمة جدا للمؤرخ مذبير حينما قال إن تلك الأمة دون سائر الأمم تدل طبائع أبنائها كما تدل طبعا أثارها على طبعا البقاء والخلود والشبه التشبيه جميل جدا أنا أحب أذكره جدا لطلبنا التجبيه ده قال إن الاستعمار لما بيدخل إلى بلد من البلاد خاصة في مصر طبعا بيظن أنه قلب مدنها أنقاضا على سكانها وأنه هدم المدينة على أهلها ولكنه يفاجأ من جديد وده تجبيه جميل أول يفاجأ وأن الشعب الذي قلبت عليه المدن أنقاض يبعث من جديد وطبعا لما بيبعث من جديد وكأن الروح دبت فيه من جديد فبتجد القوة والعزيمة حتى ينطلق في طريق البناء والتعمير طبعا ده أبرز مثال لما انتهت الحركة العربية ظهر نجم جديد هو الزعيم طبعا مصطفى كامل مصطفى كامل شخصية وطنية محببة إلى قلوبنا أكيد طبعا بغض النظر عن دوره الوطني الرائع ولكنه شاب يعني مرحلة الجهاد وتخليد التاريخ له هذا لم يتعدى مصطفى كامل ثلاثين عاما آه ومات صغير السنة طبعا ودي ده نموذج وكدوة حسنة يحتزي بها أبناءنا الطلاب نعم إن هم يستطيعون في عمر قصير أن يحققوا الكثير ويسجلوا أسماءهم بأحرف من نور في تاريخ مصر نعم كلهم في مجاله نعم مصطفى كامل تعلم في مدرسة الحقوق العليا واتخذ قضية بلاده قضيته فراحة يندج بسياسة الإنجليز داخل مصر لأنه يا أستاذ علاء الذي كان يحكم مصر بالفعل ليس الخدوي ولا الوالي ولا السلطان ولا ولا ولكن المعتمد البريطاني الموجود في مصر الخدوي كان مجرد أداي شكل منظر صورة أنه في حاكم حاكم مثلا موجود بس المدبر الفعلي للبلاد كان طبعا ومصدر القرارات واللورد كرومر والذي يعلن كل شيء واللورد كرومر والذي ينتفع بصراوات بلاده واللورد كرومر دي صالح وطني صالح وطني فجاء مصطفى كامل وأخذ من سياساتهم المختلفة وسيلة للتنديد بهم في كل مكان نعم كان هناك منبارا لمصطفى كامل في الفترة من 1900 لغاية 1904 في أوروبا دولة كبيرة في ذلك الوقت كانت فرنسا تمام ولكن بعد 1904 تم اتفاق ودي بين انجلترا وفرنسا اتفاق الود 1904 فمن هنا أغلق هذا الباب أمام مصطفى كامل نعم ولكنه لم يأيس ظل يقول في البلاد الأوروبية من دولة إلى دولة يرفع لهم كل ما يفعله الإنجليز في مصر نعم وجاء في ذلك الوقت حادثة مهمة وهي حادثة دين شوال سنة 1906 أنا بفهم من كلامك كده أستاذ عماد أن مصطفى كامل لما بدأ كفاحه نعم ضد الإنجليز بدأ كفاحه بوسيلتين ايه وسيلة طبعا داخلية داخلية وخارجية طبعا الوسيلة الداخلية دي تمثلت في زيما حضرتك تفضلت أن مصطفى كامل عمل على بعث الروح الوطنية في نفوس المصريين من خلال أنه بدأ يبين مساوى الحكم الإنجليزي داخل مصر كمان هو ما تركش يعني أي مناسبة ولا أي مؤتمر أو ندوة إلا وتحدث فيها مع المصريين عن مساوى الإنجليز وبدأ يشجع المصريين على الوقوف ضد الإنجليز كمان يعني مصطفى كامل كتب في الكثير والكثير من المقالات اللي بتتحدث عن هدف وغايته الإنجليز طبعا واتخذ من صحيفة اللواء التي قام التي أسسها هو اللي أسس عشان يظهر فيها المقالات اتخذ من الصحيفة دي منبر يعني طبعا يوضح فيه للمصريين ويعلمهم كيف يطالبون بحقوقهم ويبين طبعا للمصريين مساوى أيضا الحكم الحكم الإنجليزي من خلال أيضا المنبر العظيم اللي هو أسس صحيفة صحيفة اللواء أما بقى الوسيلة الخارجية اللي حدتك برضو تكلمت عنها كانت طبعا قضية أو الدعوة للقضية المصرية خارج مصر في أوروبا وخاصة الدولة المفضلة له كانت طبعا فرنسا أنه كان له طبعا الكثير من الأصدقاء هناك في فرنسا ساعدوه على أن يتصل بالصحف الموجودة هناك وأن ينشر أيضا مقالاته طبعا التي تبين للعالم كيف يحكم الإنجليز مصر وتبين للعالم أن الشعب المصري مثل باقي الشعوب شعب يحب الحرية ويطالب بحرياته بطرق سلمية يعني بعيدا جدا عن طبعا الفوضى والعنف طبعا لحد ما طبعا ظهر حدثت حادثة دونشوات طيب حدثنا بقى عن حادثة دونشوات ديتا طبعا برضا يؤسس عليها أنك ليه شعار مش عليه نعم الشعار دا كان بيقول إن من يتسامع في حق بلادي ولو مرة واحدة نعم يبقى أبدا الظهر مزعز على العقيدة نعم سبت حقيقة خلاص طالما فرط في شبر خلاص آه خلاص انتهى الأب من المرة فرط في الأكتر والأكتر والأكتر وهكذا فالشعب المصري لا يفرطوا في الشيء أبناء مصر لا يفرطونا في الشيء حادثة دونشوات كان ضابط إنجليزي يهوى صيد الحمام خارج استاد حمام في قرية اسمها دونشوات بالمنفقية في حين استياضر الحمام قتل امرأة مصرية وطبعا أهل القرية خرجوا وراه علشان طبعا هذا أمر بالنسبة لأهل القرى أمر مشي نعم مغضب ليهم جاليهم وراه وجهده وقع دا هو ما قتلش امرأه بس دا يعني وأشعل النيران في أجران القمح يعني تعابهم طوال العام قام برصاصة بسيطة وأشعل النيران نيران في أجران القمح بيشاهدوا طبعا ما يعتمدون عليه من طبعا القمح بيبيعوه أو بيستخدموه في طوال عامهم بيشاهدوا محصولهم بيحرق ايه أمام طبعا يجنبوه وكأن هناك يعني ايه لا مبالاة في التعامل مع الأرواح ومع الأقوات ومع كل حاجة نعم يعني كأن سادة بتتعامل مع عبيت في حين أن هذا الزمن قد ول نعم فخرج الأهل من شوية يقصدون هذا الرقم فسقط ميتا يوم يعملوا ايه يحكموا على أربعة من هؤلاء من أهل القرية بالإعدام أمام زويهم نعم وبقية القرية يجلدوهم أمام زويهم أيضا أمام أبنائهم وأمام نسائهم فهذا أمر قاسي قاسي لدى المصري وقاسي لدى أبناء مصري بمختلف طواقفهم أنت سيد عمد لو بصيت حضاك قلت أحكموا بالإعدام على أربعة نعم يعني أول مات أصلا كام واحد يعني خمسة من المصريين ماتوا أمام ايه واحد أمام واحد المرأة طبعا المصرية التي قتلت والأربعة اللي حكم عليهم بالإعدام طبعا ده قمة الظلم وقمة الإجحاف أموت وقت الخمسة بجريرة ايه واحد والخمسة أصلا كمان يعني هما مرتكبوش ذنب وقتلوه وقتل بسبب طبعا ضربة الشمس التي أصيب أهيه والبهد والإعياء الذي انتابه نتيجة الجاري من وراء والإزلال المصريين يعني لما يمسك البقاء ويجلدهم أمام أهلهم أمام أهلهم فهذا إزلال أيضا نعم فهذا مصطفى كامل اتخذ هذه الحادثة وسيلة للتنديد بقى قاتل تليله هو أنتوا بتقولوا أن أنا بتجنى على لأن الإنجليز كانت بتصدر للعالم الخارجي إيه إحنا جايين نحمي مصر نعم إحنا جايين نعلم مصر الديمقراطية الحضارة إحنا عايزين ننتزعها من الجهل اللي هي فيه هما بقولوا كده دي وسيلة كل المستعمرين على مختلف العشور لما يجي داخلين مصر يقوم يدوروا على حاجة كده زي ما نقول كده بوابة عبور وسيلة السيطرة آه وسيلة فهي فضل مصطفى كامل ينادت لحين نجح فيه عزل اللورد كرومر من حكم مصر وتعين اللورد ايه آخر دي النتيجة اللي كان وصل لها مصطفى كامل ومن بعدها طبعا أصيب بمرض وهذا المرض أدى لوفاته سنة 1908 ويقال أن من أكبر جنائز القرن العشرين كانت جنازة البطل المصري مصطفى كامل كما أنا عايز أبين لطلابي أثر ما فعله مصطفى كامل من استغلاله الجيد لتلك الحادثة أن الصحف الإنجليزية نفسها أصيب الماد نعم بدأت يعني تعيب وتندد بما يفعله الإنجليز داخل ايه داخل مصر أنا عايز بس أفرق ما بين حاجة ما بين الشعب نفسه الشعب الإنجليزي وبين الحكومة أو من يقومون بالإيه من يقومون بالحكم الشعب الإنجليز طبعا من الشعوب المتحدرة التي تعترف بحرية الإيه بحرية الإنسان الدليل على كده أن صحيفة التربيون الإنجليزية طبعا بدأت تنادي الإنجليز نفسهم بأنهم ينفذوا وعودهم بالجلاء عن إيه عن مصر وكمان صحيفة أو مجلة المجلات كتبت في مقالتها برضو تحرد أو تنادي الإنجليز بأن يفذوا وعدهم اللي سابق بالخروج من إيه؟ الخروج من مصر النواب الموجودين في المجلس البريطاني نفسهم بدأوا ينددوا بسياسة الإنجليز داخل مصر وطلبوا بتعديل تلك السياسة وألقوا بتابعة حادثة دنشوي وأسبابها على اللورد كرومر اللي طبعا كان بيحكم مصر لمدة 24 سنة عمر كبير جدا ده 24 سنة يظل حاكما فعليا داخل مصر يعني عاصر الكثير من الحكام المصريين أصبح قدر أقول أن اللورد كرومر كان زي الأخطبوت متفرع في شعاب مصر وفي مدنها امتلك مصر بالفعل بالفعل فلما يتعزل حاجة زي كذا أكيد ما فعله يعتبر ده مكسب كبير استطاع أن يصل إليه مصطفى الكامل نعم أستاذ علاء المصريين عندهم عزيمة وإصرار لما بيشعوا الحاجة يحققوها يحققوها حتى إن كان أمام أقوى الجبابرة نعم فلا تستهين بقوة الشعب المصر لا طبعا نعم هناك أيضا بطل مصري وزعيم آخر وهو محمد فريد ما كده المصريين ما بيخلصوش نعم أبدا كلما زال جيب يخرج جيل آخر نعم كلما زال بطل يخرج أبطال آخرون عد 100 مليون مصري ينتجون يعني أعظم العظماء على مر العصول طيب خرج محمد فريد محمد فريد واصل سياسة الزعيم مصطفى الكامل ولكن محمد فريد كان ممكن أكثر من مصطفى كامل في ايه اعتمد على سروته كان غني كان غني فقدر أنه هو يستخدم سروته في أيضا السفر إلى البلاد الخارجية والتنديد بسياسة الإنجليز وعرض قضية مصر على بلاد العالم ولكن محمد فريد افتقر عرض الفقر نتيجة انفاقه على القضية نعم وأيضا مرض لأنه كان كبير في السن عن مصطفى كامل ولوفي خارج البلاد إلى ألمانيا وتوفي محمد فريد سنة 1919 ولكن كان له أيضا إنجازات منها أنه هو دعا لعودة مجلس النواب أيضا دعا لعقد مدارس ليلية وأيضا تمكن محمد فريد من رفض مد مشروع قناة السويس سنة 1910 وده أهم إنجاز عمله محمد فريد معنى كده زي ما قلت حضرتك أن محمد فريد كان من الأغنياء يعني اللي كان بيدافع أيضا عن مصالح المصرين ليس الفقراء أو الطبقة المتوسطة ولكن أيضا الأغنياء أمثال محمد فريد الذين لديهم الوطنية الكافية التي طبعا تقوم بالعمل على حصول مصر على حريتها وأن تظل مصر طبعا دائما من الدول العظيمة وهي أيضا يا سلامات بالفعل مصر بلد عظيم الكل أو جميع الدول تتمنى أن تصادق مصر أو أن تكون مصر حليفة لها ده نموذج أحبابي لكل أو لمعظم أو بعض الزعماء اللي إحنا بدايتنا أو بداية الفصل الدراسي بتاعنا هتكون معاهم تحدثنا عن أحمد عرابي وما قام به تحدثنا عن مصطفى كامل أيضا وما قام به كمان تحدثنا عن الزعيم محمد فريد ولكن كذا ما قلت من شوية المصريين يعني لا ينتهون أبدا المصريين دائما أو مصر دائما ولادة طبعا يوجد منها الكثير والكثير أمثال هؤلاء الزعماء طبعا بعد كده هيظهر لنا الزعيم سعد زغلول وثورة عام 1919 ولكن طبعا الوقت لن يسع ان احنا نتحدث عن الزعيم سعد زغلول وهنفرد إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يعني الحلقة القادمة إن شاء الله في القصة نتحدث باستفادة عن زعيمنا سعد زغلول وحزب الوافد وطبعا سفروا إلى فرنسا وكل ما قام به هذا الزعيم العظيم أحبابي يعني فاصل قصير ثم نعود طبعا إلى أحبابنا طلاب الشهادة الإعدادية فابقوا معنا